موسيقى السلام عليكم مشاهدين اهلا بكم الى الموجز الاخباري من قناة الشروق بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بعدة رسائل للفاعلين في راهن المشهد السياسي بالبلاد مؤكدا عدم قدرة اية الجهة من تفكيك الجيش السوداني منوها لمآلات الاوضاع بالبلاد في ظل المبادرات المطروحة دون ايجاد حلول ملموسة جاء ذلك خلال كلمته التي القاها الصباح اليوم بقاعدة حطاب شمال العاصمة السودانية الخرطوم افتتح ولي شمال دارفور نيمير محمد عبد الرحمن نافذة مجة للصرافة المحدودة التي تعتبر الوكيل الحصري عن شركة ويستران يونين لترقية وتطوير المعاملات المالية بالولاية وقال نيمير خلال مخاطبته الحفل الذي اقيم على شرف المناسبة انهم يولون قضية الانعاش الاقتصادي بالولاية اهتماما كبيرا معبرا عن تقديره للجهود التي ظلت تفذيلها الشركة تجاه خدمات النقد الاجنبي في البلاد خاصة انها تسهل على المواطنين استلام الاموال والتحولات الخارجية مما يسهم في انعاش الاقتصادي بالولاية اكد بيتر لوانج رئيس بعثة بنك التنمية الافريقي مدير قطاع شمالي وشرق افريقيا التزامهم باستكمال المشروعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والمياه بمحلية السلام بولاية النيل الابيض في اطار مشروع بناء القدرات الذي ينفذه البنك من اجل تقديم خدمات شاملة جاء ذلك لدى وقوفه عصر امس على مراحل سير تنفيذ العمل بالمراكز الصحية بمنطقتين محبوبة والزليط بمحلية السلام تعهد والي غرب دارفور خميس عبدالله اببكر بتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالمحلية جاء ذلك لدى زيارته امس لمحلية فوربرينغا والتي تأتي ضمن سلسلة زياراته للمحليات الجنوبية للولاية بهدف الوقوف على الاوضاع الامنية والاستماع الى قضايا المواطنين فيما يتعلق بالموسم الزراعي وثهيئة المناخ لعودة النازحين لقراهم والسعي لمعالجة ومتابعة الحلول لتلك القضايا بالتنسيق مع السلطات المعنية على المستويين المحلي والقومي اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور برئاسة والولاية حامد اتجاني مقترحات منشور اعداد موازنة العام المالي عشرين ثلاثة وعشرين وقال هنون ان اتماع مجلس الوزراء تطرق لاداء العام الماضي مؤكدا ان منشور اعداد الموازنة ركز على تعظيم الارادات وترشيد الانفاق وزيادة جهود التنمية والصرف على المشروعات التنموية القائمة الان والاهتمام بمشروعات البنى التحتية وبتمويل المشروعات عن طريق البوت وخلق الشراكات مع القطاع الخاص والعام واحياء الجهد الشعبي في مشروعات التنمية المحلية بالشراكة مع الجهد الرسمي واضف هنون انه رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الكبيرة الا ان الولاية تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة في البنى التحتية يأتي في مقدمتها كبرى السريف الفولاذي ورياضيا تأهل منتخب السودان تحت سن العشرين الى نصف نهائي تصفيات بطولة السيكافة التي يصطدفها السودان متصدرا مجموعته بستة او بسبعة نقاط عقب فوزه عصر امس على بوراندي بهدف عبدالصمد منان باستادي الهلال بامدرمان وفي ذات المجموعة حقق منتخب جنوب السودان الفوضى على منتخب جيبوتي على ملعب كوبر بهدف من ركلة الجزاء حصدا خمسة نقاط ليتأهل برفقة سودان الى الدور المقبل تنطلق في خرطوم صباح غدنا الاثنين البطولة العربية العسكرية الاولى للسباحة وذلك بمشاركة خمس دول وهي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وفلسطين والمملكة المغربية وقال مدير فرع رياضة العسكرية احمد ادم يوسف في تصريحات صحفية ان البطولة العربية العسكرية الاولى تأتي برعاية رئاسة هيئة الاركان والنائب تدريب كاشفا عن عزم الادارة تنظيم بطولة العاب القوى العام القادم اذا مشاهدين وصلنا وإياكم الى ختام الموجز الاخباري من قناة الشروق لكم مننا تحية سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة